تهديد أطلق الجيش اليمني بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي أطلق عملية نوعية أسماها السهم البحري تهدف هذه العملية إلى تمشيط السواحل الغربية للجمهورية اليمنية إضافة إلى إزالة الألغام التي زرعها الحوثيون في عدة مناطق بحرية من اليمن والتي يمتد خطرها إلى الصيادين وسكان الجزر قريبة من سواحل ميدي فضلا عن تهديد الملاحة الدولية في باب المندب تفاصيل أوفا في سياق تقرير أحمد تجاني إطلاق عملية السهم البحري لإزالة الألغام التي زرعها الحوثيون في عدة مناطق بحرية من اليمن وذلك من قبل قوات الشرعية اليمنية قائد العملية العقيد محمد سلام الأصبحي قال أن العملية التي بدأت من ميناء ميدي هدفها تمشيط السواحل والجزر من أي خلايا انقلابية بالإضافة إلى تطهيرها من الألغام البحرية التي زرعها الحوثيون حيث بدأت أسراب الزوارق البحرية بالانتشار السريعي حول الجزر الجنوبية الغربية مضيفا أنه في السواحل المقابلة لمديرية عبس إلى الجنوب من ميدي تم رصد العديد من التحركات المسلحة للميليشيات الحوثية وتم قصفها من طائرات التحالف العربي وأشر الأصبحي بأن القوات أثناء تمشيطها تمكنت من العثور على كمية كبيرة من الألغام البحرية وتحديدا بالقرب من ميمنة اللواء 82 مؤكدا بأن القوات قامت بتطويق المنطقة الملغمة وتحديد الأماكن ووضع إشارات الخطر عليها من أجل إرشاد الصيادين بالابتعاد عنها نظرا لخطورتها وأضاف العقيد أن الألغام التي تم العثور عليها تابعة للأساطيل البحرية الإيرانية مؤكدا أن نوعية الألغام هذه تعرف بالألغام الاعتراضية كما تحوي بداخلها مادة من الفلاء الشديدة الإنشطار إلى جانب مادة الفسفور فايف وفي نفس السياق أصدر المكتب الأمريكي للمخابرات البحرية رسائل إلى السفن التجارية محاذرا إياها من مخاطر الألغام في مضيق باب المندب رسائل التحذير هذه جاءت في أعقاب وقوع عدد من الحوادث المقلقة الأخرى في الممر المائي الاستراتيجي خلال الأشهر القليلة الماضية